بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على المرحبات الرحمن الرحيم مع كنز جديد عظيم من كلوز السنة لا يعلمه أكثر الناس قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هذا حديث حسن وطبعا يؤيده كتاب الله سبحانه وتعالى صلاة في إثر صلاة لا لغوة بينهما كتاب في الليين صلاة في إثر صلاة يعني صلاة بعد صلاة لا لغوة بينهم ما فيش بينهم لغو إيه هو اللغو؟ اللغو هو فضل الكلام الكلام في أمور الدنيا دون حاجة المزاح، الضحك فده بيخرجك عن الزهد أو نطق طبعا هو مش محرم شعلا لكنه مكروه وربما يصل إلى الحرام في بعض الأحيان لأنه يجر إلى الحرام زي اللي قال عليه قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين في تاني صفة بعد الخشوع عشان تعرفوا أمية هذا الحديث قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عن اللغو مواردون فذلك عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث صلاة في إصر صلاة لا لغو بينهما كتاب فيعليين يعني كتاب فيعليين قال على العماء ترفع هذه الصلاة ويكتبها الملائكة والمقربون فيعليين وتكون كشاهد لك يوم القيامة العليين دي أعلى درجة العماء بختلف في الفعليين دي وشوف ما ربنا بيقول إيه في صورة المطففين إن كتاب الأبراري لفيعليين شوفوا نفس هنا يعني الرسول هنا بيقول إيه لا لغو بينهما كتاب فيعليين هنا ربنا بيقول إيه إن كتاب الأبراري لفيعليين وما أدرك مع عليون كتاب المرقوم يشهده المقربون لو لماذا قالوا عليون دي درجة هي في السماء السابعة بعضهم قال عندي صدرة المنتهى التي عندها جنة المقوى بعضهم قال السق اليمنى للعرش روايا هذا عن عبد الله بن عباس السق اليمنى للعرش شوفوا لما العمل اللي انت تعمل الصلاطين دول اللي انت ما تكلمتش بينهم بلغو مش بس تقبل وترفع لا دي ترفع في علو ثم علون آخر ثم تسعد إلى العرش وتكتب على السق اليمنى لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا إن كتاب الأبراري لفيعليين وما أدرك معليون كتاب المرقوم يشهده المقربون مين الملائك المقربون جبريل وإسرفيل وميكائيل وملك الموت وما دول أربعة وأعظمهم جبريل لبقى الملائك المقربة دي بتكتب لك بهاي اللي بتفسها بتكتب العمل ده وأكثر الناس تعرفين دي ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه على عيلين على حديث عظيم جدا قال له أن رجلا من أهل عليين فاتحة خرج من قصره إذا خرج رجل من أهل عليين من قصره أو إذا أشرف رجل من أهل عليين على أهل الجنة من قصره ضرب نوره في السماوات يراه أهله كله أهل الجنة فيقوله خرج واحد من مقربين من قصره يعني مجرد أن واحد من العليين ذلك العليين دي أعلى درجة في الفردوس الأعلى بعد درجة الإنبياء وأيذن إنت لو طبقت السنة دي تكونوا سببا فيه وصودك أهل في الفردوس الأعلى يعني كتير من الناس بتصلي المغرب في جماعة وبعد كده بيقعد يعتكف للصوات العشاء فلو أنت يعني مساكت لسانك وأحييت الفطرة دي وابتنعت عن اللغو والكلام والمزاح والضحك والكلام في أمور الدنيا إذا ما أكثر الناس بتعمل هلكنت قلت لكم قبل كده اللي بيصلي فاجف جماعة يقعد لغاية ما تطلع الشمس بس ما يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي أربع ركاط ولا يلغو ما يتكلمش في لغو يخرج من دروبه كأوم وولادة أمه وده يوريكم أهمية البعض عن اللغو يخرج من دروبه هنا برضو صلاتين صلاة قصر الصلاة ما فيش بينهم لغو كتاب فعليين ترفع يعني زلك عليين أعلى درجة في الفردوس يعني لو واحد من أهل عليين أشرف على أهل الجنة وفردوس الأعلى دي رجرة رقمية ما فيش حاجة فوقها غير العرش وكل درجة بين درجة والدرجة كما بين السماء والأرض كنت قلت لكم قبل كده أن كل درجة بيبصوا على الأصور أو البيوت بتاعت الناس اللي هم فوقهم بيشوفها نجوم في السماء واحد على اتنين تلاتة اربعة كل ما درجة تبص فوق في السماء بتشوف نجوم النجوم دي هي الأصور بتاعت الدرجة اللي فيها أعلى منها زي بالزبط الأمارة اللي فيها عشرين طابق أو تلاتين طابق أو مية طابق كل سقف كل أرض بتاعت الطابق بتبقى هي سقف الأرض يعني انت وقف شاقتك وقف على الأرض الأرض دي السقف بتاعت الدرجة اللي تحت الطابق اللي تحت منك كذلك هي الدرجات الجنة كده الدرجة الأولى يبص فوق يشوف نجوم النجوم دي الاصول بتاعت الدرجة التالتة هو كزا. لغاية بتوصل الفردوس صعب. تعرف الفردوس الاعلى بقى يبص. مفيش حاجز بينه من ربناس واحدة تعال العرش. فوق وعرطول العرش. لذلك النور بتاع واحد من العليين. بمجرد انه يطلع يفتح الباب. المية درجة بتنور كلها. يبقى نور ايه? يبقى الشمس. الشمس اللي هي حجمها قد حجم الكرة الارضية مليون وتلتمية الف مرة. لا تساوي مسقل زرة بالنسبة لنور هذا الرجل. نوره? نوره? نور الشمس? لا لا يساوي شيئا بالنسبة لنور واحد في علين. يبقى الصلاة دي لو انت صليت صلاة. ما حصلش لغه بينهم? امسكت لسانك عن اللغه. حتى الصلاة التي بعدها ترفع هذه الصلاوات الى اعلى عليين في الدرجات. قال علماء عليون اي علو فوقه علو فوقه علو. او الساقي اليوم للعرش. او السدرة المنتهة او السماء السامعة او الاوليين هي مكان في الفردوس الاعلى. وده الصحيح. الحديث الان اطولكوا دلوقتي. مع درجة الانبياء على طول اللي هم المقربين اللي هيرواح منهم يطلع. اذا لو انت طبقات الكلام ده يكونوا سببا في وصولك في وصولك الى ان شاء الله الى الفردوس الاعلى. والى درجة المقربين ولا درجة عليين. فياريت. وحاولنا كلنا تطبق الكلام ده. تطبقوا بين الصبح والظهر. تطبقوا بين المغرب والعيشة. بس ما هو ما متخليش حد يجورك للغو والكلام في امور الدنيا. والكلام الفاضي. لازي ليس لهم لا خير في كثير من نجواهم. الا من اعمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. شوفوا التلاتة دول. مفهمش الاغر. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فسوف يؤتيه الله. يؤتيه الله اجرا عظيمة. وهذا ده الاجر العظيم عليين. انا حكتب لكم الحديث. ساخوه ونشروه. ونشروه هذا الان فيه ثابة عظيمة. تفوش تفعيل الجرس والاشتراك القناة لسناكم كل جديد. وساعدوني عشر الصورة النبي. اقول قول هذا. استغفر الله لي الله.